السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة شروحات تعلم اللغة الولنديا في هذا الدرس سنتعرف عن الجملة الرئيسية مع الإنعكاس لنتعرف عن الأمثلة الثالية عندنا الجملة الأولى أو المثال الأول فور بيلد إك فيل نو إن كولا إك فيل نو إن كولا هذه عبارة عن جملة بسيطة سنقوم بتحويلها إلى جملة إنعكاسية مت إنверسي إك سوبيكت بيل بيركفورت نو إن كولا على تايت نو الآن في بعض الجمل نتتوفر على تايت أي الزمان وقد نجد بلاتس أي مكان هذا بالنسبة للمثال الأول الآن سنحول هذه الجملة إلى جملة إنعكاسية سنبدأ بني الآن سيتغير ترتيب الجملة سيتغير ترتيب الجملة نو دليل على الزمان تايت بيل بيركفورت أي الفعل نو بيل إك إن كولا الآن أريد كولا إك سوبيكت إن كولا أي باقي الجملة دلرست دلرست فان دزين هذا فيما يخص المثال الأول الآن سننتقل إلى فور بيلت جفاي المثال الثاني ذو درينكن كوفي إن دو كانتين ذو درينكن كوفي إن دو كانتين إن دو كانتين دليل على مكان مكان شرب القهوة سنحول هذي الجملة إلى جملة مع جملة إنعيكاسية مت إن سنبدأ ب إن دو كانتين إن دو كانتين درينكن ذو كوفي كما لاحظتم أن الصوبيكت والفرق يتغير ترتيبهما في الجملة حيثو يصبح الفرق الفعل درينكن قبل ذو صوبيكت إن دو كانتين إن بل مكان شرب القهوة إن دو كانتين درينكن ذو كوفي درينكن ذو ذو is صوبيكت دمير إن دو كانتين درينكن ذو كوفي عندما خلاصة هوف تسين صوبيكت بلس 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 هادي بالنسبة الجملة بسيطة تشكوّن من دمير وفعل وباقي الجملة أما بالنسبة ل هوف تسين مت إن فيرسي جملة إن إكاسية كما تلاحظون لدينا tight of plats زائد verkvort زائد subject كما لاحظتم أن الverkvort والsubject يتغير ترتيبهما في الجملة في جملة العادية أن الsubject يسبق الverkvort لكن عند الجملة الإنعكاسية ترتيب الverkvort يتغير مع الsubject الآن سننطلق إلى التمرين الأول سنقوم بتحويل هذه الجمل والبدء بالكلمات التي باللون الأزرق أبدراخت أين دونيا إس دوندرداخ يارخ هذه جملة بسيطة سنقوم بتحويلها إلى جملة إنعكاسية مت إن سنبدأ ب دوندرداخ دوندرداخ إس دونيا يارخ دوندرداخ دليل على تايت أي زمان يوم الخميس دوندرداخ إس دونيا يارخ المثال التاني زين أوبهت ممنت إن إن دونيزي سنقوم ببدء أوبهت ممنت سنحول هذه الجملة إلى جملة إنعكاسية أوبهت ممنت في هذه اللحظة زين ز إن 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 دونيزي في المثال التالي إك إك ويت دات نيت إك ويت دات نيت هذه جملة بسيطة سنقوم بتحويلها إلى جملة إنعكاسية دات دات ويت إك نيت دات ويت إك نيت زي زي وونن إن دو وينتر إن بارسلونا زي وونن إن دو وينتر إن بارسلونا سنقوم بتحويل هذه جملة إلى جملة إن عكاسية فتصبح على الشكل التالي إن دو وينتر ووننز إن بارسلونا إن دو وينتر ووننز إن بارسلونا سؤال رقم خمسة إك نيم نو أو كولا إك نيم نو أو كولا سنقوم بتحويل هذه الجملة إلى جملة إنعكاسية سنبدأ ب نو الآن بتصبح على الشكل التالي نو نيم إك أو كولا نو نيم إك أو كولا دائما سوبيكت و البرك عند الجملة الإنعكاسية يتغير ترتيبهما في الجملة دائما الجملة عندما تبتدئ ب مكان أو الزمان فيتغير ترتيب الفعل والسوبيكت في المثال رقم ستة في السؤال أفونا رقم ستة فتصبح عند الجملة الإنعكاسية على الشكل التالي كان هذا هو درس اليوم شكرا لكم على المتابعة إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة يصلكم كل جديد وإلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر